كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم علينا وعليك ويا رب وربنا يتقبل منا السيام والقيام وقراءة الكرآن وصالح الاعمال اللهم امين زي ما احنا شايفين كده عملنا افطار اول يوم رمضان وقصرنا القعدة وما عملناش محشي وبط ولكن عملت اصناف حلوة جدا بجد كان طعمها حالو عجبت ولادي جدا وده الاهم كمان هفتح معاكم النهاردة الزتون اللي احنا كنا عاملينه من ثلاث شهور وهنعمل احلى فطار سوى ان شاء الله بس اهم حاجة لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اشتراك في القناة واللايك للفيديو هنعمل فطار وهنعمل حلوه اصناف كتير زي ما احنا شايفين رز مبهر وفراخ مشوية بالزبدة والزعتر وكمان هنعمل الكنافة وكمان هنعمل بشامل حاجات حلوة اوي اوي ما شاء الله كانت اصناف طحفة وعجبت ولادي عايز اقول لكم بقى ان الكنافة اللي انا هعملها النهاردة كنافة الطاصة زي ما احنا شايفين جبت الطاصة وحطيت فيها الزبدة علشان ادوبها طلام هعمل في الطاصة كده كده عاوز ان انا هحط في الطاصة مادة دهنية فاستخدمت بقى الطاصة كده وسهلت الدنيا على نفسي بدل ما ان انا اسيح الزبدة في حاجة تانية وارجح احطها تاني في الطاصة كده كده هحط في الطاصة زبدة جبت الكنافة بتاعتي وفرفرتها بالشكل ده عايز اقول لك حطيها في الفليزر بس نص ساعة تسهل عليك ان هي تكون مفرفتة ناعم قوي بعدين بعد ما الزبدة دابت كده كمان حطيت عليها نص الزبدة زيتي يعني انا عملت مزيج من الزبدة والزيت تمام كمان كنت تحنت في المطحنة بتاعة الخلاط معلقتين من السكر خلتهم سكر بودر كده وحطيتهم ويا الكنافة الاول قلبتها كويس وبعدين حطيت الزبدة والزيت وهقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما احنا شايفين عايز اقول لك كنافة التصة دي مش هتاخد منك عشر دقايق ومن غير فرن وسهلة جدا طبعا ده كمية الكنافة على حسب حجم التصة اللي انت هتستخدميها التصة بتاعتي دي انا مستخدمالها ربع كيلو من الكنافة يعني في حدود 250 جرام كده جبت النص كيلو واسمت على نصين مرة هعملها سادة والطريقة دي حلوة جدا للناس اللي مش بتحب المكسرات والحشوات فبتكون حلوة قوي كمان وصفة سهلة وطبعا ما ينفعش اول يوم رمضاني عدي من غير كنافة يعني كنافة يعني رمضان ورمضاني يعني كنافة حطتها بقى على نار هدية كده وغطتها بغطة يكون محكم الغلق عليها علشان الكنافة بتاعتي تستوي كويس وهدت النار بقيت ان انا ايه حسيت ان لما لونها بدأ يغير قلبتها يعني بهز التصة كده بتلاقيها بدأ التخرفش وتتحرك من مكانها فقلبتها عليما التانية واتبعت نفس الخطوات لحد ما خدت اللون المزبوط من الجهتين بالشكل ده انا بقى علشان رمضان والحلويات دايما بكون مجهزة عندي سيرب يفضل عندي في التلاجة كده بقعد مثلا في حدود اسبوعين وبعدين بعمل غيره ممكن تقطر الكمية وتخليه كف معاك الشهر ان شاء الله هنزللكو طريقة شربات الحلويات فعشان كده بيكون موجودة عندي على طول الكنافة بقى والبقلاوة والجلاش والحاجات دي كلها بتعصي رب بارد مش مشكلة خالص ان انا اعمله في نفس الوقت يعني فما بيكون عندي جاهز بيوفر عليك وقت ومجهود كتير والكنافة كده سخنة نزلت عليها بالشربات بتاعي بارد وتقيل بيخلي الكنافة بتاعتك مقرمشة وحلوة وسكرها مزبوط ده بقى الفوزدق الكداب اللي كنت عامله معاكو هزين بي بقى سنية الكنافة بتاعتي استهلها السريعا ما خادتش مني عشر دقايق على خمس دقايق كده عن نار وخمس دقايق كنت بجهزها وبالزبط كده طحفة طحفة جدا عايز اقولكو طعمها حلو وسكرها كان مزبوط جدا خلصنا الكايدة الحلوة بتاعنا خلاص كده نخش بقى على تدبيلة الفراخ ودي اهم حاجة تدبيلة الفراخ النهاردة كده حاجة سكر بجد عسل مختلفة تماما ما عملتهاش معاكو قبل كده فراخ ما شوية في الفرن سهلة جدا وبسيطة يدو بتتبيل الفرخة وتحطيها في الفرن خلاص وتشوفي بعد كده انت بتعملي ايه فيه اسهل من كده لأ طبعا ما فيش اسهل من كده موضوع بقى تنظيف الفراخ ده ما نتوسش به علشان تاكلي فراخ حلوة كده بنفسي مفتوحة وكل الصايمين كده ياكلوا ويشبعوا بنفسي مفتوحة مخصولة كويس محلول نقح وبحطه بالوضع ده لحد ما تصفي كل المياه اللي جواها تماما لازم ان نتأكد ان ما فيش اي مياه جوا الفراخ بتاعتنا انا وردتكو الوضعية اللي تكون الفرخة فيها علشان ما بقاش فيها اي مياه كمان كنت حبيت اطلامها عملها بقى ما شوية وفي الفرن وفي كيس حراري وكده قلت تبقى ما شوية ومحشية يعني شفت بقى كل حاجة مجمعها في وقت واحد عملت شوية رز بني من اللي بنحش بيهم الفراخ بنحش بيهم الحمام ملتهم معاكو قبل كده كتير وخدت معلقتين من الزبدة كده حطتهم يدوبوا زي ما قلتلكو تدبيلة الفراخ المشوية بتاعتنا النهاردة بالزبدة والزعتر دوبت الزبدة وحطيت عليها في حدود معلقة ونص من الزعتر الزعتر موجود متوفر عند اي عطار ومش غالي كمان التدبيلة دي طعمها خرافي حطيت على الزبدة والزعتر في حدود نص معلقة كبيرة من المستردة الفراخ بتحب المستردة جدا وحطيت هنا معلقة صغيرة من التوم المهروس في حدود خمس او ست فصوص من التوم نحط بقى التوابل بتاعتنا بسيطة قوي فلفل اسمر وبابريكا نص معلقة زي ما احنا شايفين من كل حاجة معلقة من بتاعت التوابل نص معلقة وكمان نص معلقة من السبع بهرات فيها كل حاجة نعايزاها نزبط الملح السبع بهرات بتاعتي فيها ارفة فيها ارنفل فيها حبهان بودر فيها لوري بودر فيها كوبيبا صيني كوبيبا صيني بديل احنا قلنا ايه لو ما صلنا على سيدنا محمد ان الكوبيبا صيني بديل ايه بديل ايه قولولي بقى علشان انا نسيد دلوقتي وانا بكلمكم خلاص عملت معي معجون زبدة وزعتر كده بالماستردة والتوابل الحلوة بتاعتنا والفلفل الاسمر والبابريكا بجد تحفة وكمان طعم التوم على فكرة ما كانش واضح خالص يعني ناس بقى اللي يقولوا توم واحنا صايمين والحاجات دي ما كانش موجود خالص يعني كأنك محطتيش حاجة خالص ما تحديش في بالك بس مدي اضافة حلوة قوي قوي للفرح خدت كده معلقة من المعجون اللي احنا جاهزنا من التدبيلة دي ودلكت قلب الفرح من دوة وكل حتة فيها ومسكتها بقى روقت عليها كده وهديت اعصابها وعملت لها مساج هايل من تدبيلة الزبدة والزعتر كل قطعة كده في الفرح من عند الاجنحة وما بين الاوراق وبالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده طبعا مزبطين ملحها والدنيا تماما علشان الناس بقى الصيمة يعني اتعليبي بقى من دلوقتي ابدأي اعرفي ان انت تحطي حاجة بالنظر بيكون افضل يعني عموما احنا حطينا معلقة ونص صغيرين يعني معلقة ونص على الفرخة الحلوة بتاعتنا دي طب التهو تمام وزي الفل خلاص كده هبدأ بقى اجيب الرز اللي انا جاهزته معاكم علشان تاخدي طعم حلو قوي ما تحطيش الحشوة وهي سخنة جوه الفرح انا بوريكو على فكرة المنظر الكاميرا ظلمة المنظر هايل وريحة حلوة قوي وجميلة لما نكون بقى هنحشي حمام هنحشي بطة هنحشي اي حاجة بحشوة رزة او برغل او فريك ياريت ياريت ما تحطيش الحشوة وهي سخنة جوه الطيور بتاعتك علشان ما تديش معاك ريحة غير ظريفة لازم ان تكون الحشوة معمولة بدري وبردة تمام كده وكمان نراعي واحنا بنحشي الطيور لازمان ما نجبسش قوي شايفين انا بوريكو هنا ان المعلقة بتدخل بكل سهولة وفي مسافة تحشي بقى ما بين الاوراق ما بين جلد السدر واللحم بتاعه كده المهم بالشكل ده انا هسيبها كده ليه بقى انا مش هقفلها اولا لاني مش هسلاقه في شربة انا هحطها في الفرن تتشوي في الفرن وكمان هحطها في كيس حراري ايه بوريكو هنا ان الاكياس الحراري دي مقسات يا جماعة بتاخد من اول الفرخة لحد الديك الرومي يعني ممكن تحطي فيها بطية لو عايزة تعملي بنفس طريقة الفراخ دي تحط البط في الكيس الحراري وتدخلي الفرن ببقى حلو جدا عملته معاكو قبل كده كمان سهل جدا ما بيخدش وقت كتير وكمان الفرخة بقى بتتحمر وبتتزبط وبتستوي في عرقها بحط لهاش اي مية ما بحط لهاش اي زواية تانية والرز اللي جواها ده بيستوي بيبقى طحفة طعمه رهيب جبت بقى كيس الحراري كده وهي بتستنيه اللي هتدخل الفرن وحطيت في الكيس الحراري معلقة من الزيت وفرقته كويس ليه انا عملت كده؟ علشان الفرخة لما تستوي الكيس مايلزقش عليها واعرف اطلعها من الكيس بسهولة ومايلزقش على الجلد بتاع الفراخ ويطلع وانا بشيل الكيس الحراري من عليها بعد التسوية ويبقى شكلها مش ظريف فاحنا بنعمل كده علشان نتفادى النقطة دي حطيت الفرحة واي تدبيلة كانت بقية معايا حطيتها على وش الفراخ بالشكل ده الزبدة بقى هتخلي جلد الفراخ ده مقرمش ومديها تراوة مدي للفراخ دي تراوة بجد رهيبة تلاقيها دايبة دوبان يعني مش فراخ بتشد ولا حتى استدر تلاقيه فتل كده وبتشد منك وجديدة لأ خالص دايبة دوب يا جماعة بجد وقلب الفراخ من جوه أبيض بطريقة طحفة خيال دلوقتي انا اللي هعمله ايه؟ ان انا هعمل فتحة بسيطة كده بحرف المقص في الكيس الحراري بتاعي ده علشان ما يقفرقعش في الفرن خلاص كده جاهز معايا انه يدخل الفرن بالشكل ده تمام؟ هتقعد معايا في الفرن في حدود ساعة لربع لساعة على حسب ما انت تحبي سواها حبها تكون دايبة قوي تخليها ساعة في الفرن هدخل معاكو بقى دلوقتي بعد ما دخلنا الفرخة بتاعتنا دي الحلوة في الفرن نعمل البشاميل على ما جهز البشاميل اللي بتكون الفرخة خدت السوا بتاعتها وكمان لو انا بقى عايزة اديها وش زيادة ولا حاجة تاخد الوش زيادة بتاعها لون زيادة يعني في التحمير ويا البشاميل انا في الحلة الكبيرة اللي جوه دي اللي على ايدك الشمال دي حط فيها مياه للمقارونة تمام؟ في الحلة اللي قدامنا الواضحة جدا دي حطيت فيها تلات مكعبات من الزبدة كل مكعب من الزبدة في مقدار معلقة كبيرة من معلقة الاكل وكل معلقة من الزبدة حطت لها معلقة من الدقيق وهبدأ احمص عايزة اقول لكم بقى ان اكتر حاجة يعني الولاد ما بصوش خالص للرز المبهر البسمتي وكانت المقارونة البشاميل دي طعمها طعفة يعني دي اكتر حاجة خلصت معنا النهار دا يعني تاكلت بجد بألفة هنا وشفا فبجد كان طعمها حلو هقول لكم ليه والتركات اللي حصلت فيها اولا حمصت الديق حلو ويا الزبدة والزبدة بيكون طعمها هايل حطيت اللبن بتاعي بخيره بالوش القشطة بتاعه زي ما انتوا شايفين معايا كده تمام؟ وش القشطة لو ما عنديكيش بقى اللبن مالهوش وش قشطة كده اي يعني بعد ما نعم البشاميل روح يحط معلقتين من القشطة وشوفي الطعم وجماله وحلوته وكل حاجة انا حطيت ملح للبشاميل وكمان بوريكو هنا ان انا بحط ملح للمقارونة اللي بتتسلق للبشاميل لمقارونة البشاميل بحط لها ملح بس من جير زيت تمام كده هبدأ بقى نزبط التدبيلة بتاعة البشاميل بتاعنا حطيت شوية فلفل اسمر كده تمام؟ حطيت شوية جنزبيل بودر وتوم بودر تمام كده انا معاك واحدة واحدة شطر الكديب بتفرق في الطعم فعلا يعني بصوا هقولكو حطوا بالزبط ربع معلقة صغيرة من بتاعة معلقة التوابل نحط ربع معلقة صغيرة فلفل اسمر ربع معلقة صغيرة جنزبيل ربع معلقة صغيرة توم بودر وتزبط الملح بتاعك بالنظر انا حط هنا معلقة كاملة صغيرة وكمان هنحط ايه؟ هنحط كبيبة صيني او البهار الحلو طيب انا افتقرت اهو ان البهار الحلو ده او الكبيبة الصيني بديل جسط الطيب يا جماعة علشان جسط الطيب انا اتسألت السؤال ده قبل كده ونسألولي انت ليه بتعملي السبع بهارات من غير جسط الطيب جسط الطيب فيه فقهاء كتير وعلماء كتير اختلفوا عليها فاحنا بنتفادى بقى الحاجة اللي عليها خلاف دي وما ينفعش خالص بقى ان يعني ما كسيره حرام قليله حرام فاحنا خلاص يعني حتى لو حط حاجة بسيطة فمش لازم ان انا حطها فنجيب البديل بتاعها البهار الحلو اللي هو الكبيبة الصيني معروف عندنا نطلبه كده من العطر كبيبة صيني فبتديني نفس الطعم والتأثير يعني بس ما فيهاش خلاف وما فيهاش حاجة مثلا احنا مش عارفين هل هي حلال او هي حرام فطلام فيها خلاف من بعض العلماء والفقهاء نبعد عنها تماما تمام كده واحنا حتى لو استخديني عن الكبيبة الصيني وعن جسط الطيب الفرق مش هيكون كبير ونستكفي بالتوابل اللي عندنا اللي هي الفلفل اسمر والحاجات الحلوة اللي اهالينا ربنا عليها وكان بطلع احلى اكل من ايديهم شوية ملح وفلفل اسمر وكان الاكل بطلع خطير بجد هنا بقى رحت على العصاج وهقولك كمان تركة حلوة خلت البشاميل بتاعي ده طعم وتحفة ان انا صدمت اللحمة على طول على نار عالية البصلة ما خدتش لهم وروحت صدمة اللحمة عليها على طول شايفين ما نزلتش معايا مية خالص وبس المادة الدهنية اللي احنا كنا حطنها حطيت ملح وفلفل اسمر وبابركة وسبع بهارات وكمان بحب قوي 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 احط للعصاج بتاع اي حشوة اي حشوة احب احط لها جزر مبشور يعني مش عارفة ليه بحس كده ان شكل حلو وطعمه حلو كل حاجة يعني بيفرق كتير بجد ممكن كمان تضيف شوية فلفل الوان كده وممكن تبشوري طماطمية وضفيها او تحطي معلقتين من معجون الطماطم سلسط الطماطم لو انت عايزة لون بتاع العصاج بتاعي يكون احمر قوي سلقت المقارونة وعملت البشاميل وكمان عملنا العصاج نجيب البايركس بتاعنا اللي هيدخل الفرن انا النهاردة بقى هاقصر القاعدة كمان ومش هعمل البشاميل بتاعي رق مقارونة ورق لحمة وبعدين رق مقارونة وبعدين البشاميل انا هعمله بطريقة مختلفة النهاردة شوية سهلة وبسيطة جدا حطيت شوية بشاميل في قاعدة صانية بتاعتي وهجيب المقارونة بتاعتي طبعا مقارونة البشاميل انا مش هشطفها بمية باردة انا هاخدها بس شيلها كده من المية اللي فيها وحطها بالشكل ده اطعمها حلوة قوي على فكرة وحطيت بقى المقارونة بتاعتي هي طبقة واحدة بس كلها فوق بعضها بالشكل ده هرجع تاني حط لها شوية كده من البشاميل علشان تتشرب ويفضل كمان ان احنا لو قلبنا البشاميل ويا المقارونة بفرق في الطعم كتير على فكرة وكان فارق معايا النهاردة ولكن هي كانت متشربة علشان البشاميل تحت وفوق فاتشربت وكانت حلوة والبشاميل بتاعي مش ماسك قوي هو وسط فنزل كده وتغالغ لجوة المقارونة وكان حالو هبدأ بقى ان انا دلوقتي هحط العصاج بتاعي عصاج اللحمة على وش المقارونة بالشكل ده يعني هو رق مقارونة كل كمية المقارونة بتاعتك بتحطيها مرة واحدة بعد كده بتحطي اللحمة فوق منها بعد كده هنحط البشاميل شايفين الترتيب الحلو ده كمان شايفين قوامل البشاميل بتاعي كريمي وناعم وحلوة قوي وجميل جدا جدا والاشطم خليه طعمه حلوة قوي خلصت كده صنية المقارونة بتاعتي ندخل بقى نروح بقى علشان ايه تدخل الفرن معانا كده ربع ساعة ويه تاخد كمان لون حلو من فوق ولا هحط بيض ولا هحط جبن ولا الكلام ده كله والبشاميل هياخد لون حلو وهنشوف مع بعض في الاخر هو في الاخر خد بس سلاسعة من جنب واحد كده لاننا نسحت عليه مش عشان حاجة نفتح بقى الفرن بص على الفراخ بتاعتنا والكيس الحراري يا جماعة بيكون منفوخ كده يعني لو ناس اول مرة تستخدموا ما تقلقش خالص وما تخافش وبيكون يعني تحسي كده ان هو ايه يعني واكل الفرخة جواه ومنتفخ تمام طلعته بقى كده عشان نشوف الفرخة مع بعض وحطت البشاميل بتاعي وشغلت الشعلة من فوق هفتح بقى ونشوف كده شايفين الكيس هنا انا بوريكوا ان هو ما لزقش على الفرخة تماما وما فيش فيها اي مرأة خالص هو كل اللي نازل تحت دي الدهون والزيوت اللي كانت بتاعت الفراخ نفسها يعني فاهميني يعني ده الدهون بتاعت الفرخة فنزلت كده يعني فراخ ما شوية بطريقة صحية وجميلة جدا وكمان الاضافات بتاعت الشاوي تحفى طبعا هي بتطلع بخارة على ايدي سخنة شايفين استوت ودبت ازاي انا كانت فعلا غلطتي ان انا ما ربطتش الرجلين في بعضها بس مش مشكلة يعني كان الشكل حلو قوي برضو يعني حلو جميل تمام والرزي مستيو من جوة وهايل باخد بقى من شوية الصص اللي نزله تحت دول اللي هو الدهون بتاعت الفرخة نفسها ويه هلمع كده بالفرشة على وش الفرخة بتاعتنا انا حساها ان انا عايزة تديها لون شوية من على الوش واحدين بالكنتو يعني لو احمرت سنة زيادة هتبقى حلوة بصوا حتى من عند الاوراق هتلاقوا الفرخة واخد لون تحمير جميل ومن تحت ضهر الفرخة من تحت متحمر حلو قوي هدخلها شوية شوية جنب البشاميل اللي كده تاخد لون تمام طب احنا هنا روحنا نعمل ايه لو ما صل على سيدنا محمد اوه هنعمل الرزي المبهر هنعمل الرزي بسمتي مبهر حطيت زبدة وزيت ليه؟ الزبدة طعمها حلوة وخفيفة عن السنة والزيت شوية صغيرين هيخلوا الرزي بتاعك بيلمع ومفلفل حلوة قوي قوي جربي كده وهتلاقي فعلا عندي حق حطيت واحدة لومي واحدة ارفة عود وحطيت اتنين من اللوري واثنين من القرنفل طب ليه انا بقول العدد يا جماعة؟ علشان دي خطوة مهمة جدا بعد ما تعملي الرز بتبقي عارفة انت حطة كام حباية بوهر وتشيليهم علشان ما يقابلوش حد تحت سنانه و هو بياكل كده علشان بتبقى مش حلوة بجد تمام؟ و كمان مفروض ان انا كنت حطيت حبهان بس انا اضيف حبهان بودة روية اللام الكركم والكاري تمام كده؟ و انزلت بالرز في المادة الدهنية بعد ما التوابل دي تحمصت فيها الاول التوابل تتحمص في المادة الدهنية وتكتسب نكهتها وبعدين انزل بالرز ياخد بقى تشميع من التوابل والزيت والزبدة بتوعي و اتشرب النكهة اللي الزيت والزبدة اتشربوها من التوابل حطيت هنا كركم و كاري معلقة صغيرة من الكركم و نص معلقة صغيرة من الكاري الكركم بيزبط اللون بديل لون الزعفران لان بصه هو الزعفران اصلا سعره غالي جدا و لو دورت في اي عطار حتى لو ايه يعني بجد الزعفران ده سعره غالي جدا جدا و لو دورت في عند اي عطار هيديك لون الزعفران يا جماعة ده لون صناعي تمام او صحي ايه ناس بتحبوا ولكن انا بحب الكركم الكركم لوف فوايد كتير جدا فانا بحب فعلا الكركم بحب اضيفه للأكل و بحط له كمان كاري فالكاري بيضي اضافه بقى في الطعم حلوة بيكسر الغضة بتاعت الكركم يعني بكتسب اللون من الكركم و بحط الطعم من الكاري واللوري بقى والقرنفل والقرفة واللومي والحاجات الحلوة دي كباية الواحدة من الرز البسمتي بتحتاج كبايتين من المياه تمام كده معلقة كده من الملح معلقة صغيرة كلنا بكلم على المعالق الصغيرة ما تكلمتش خالص عن معالق كبيرة عشان بقى الناس ايه اللي مش بتعرف تدوق زي كده الاكل وهي صايمة تمام فانا بعمل دايما بطبخ يعني عيني الميزان والحمد لله بشتغل بالنظر تمام والاكل بطلع معايا مظبوط والحلو والحمد لله في ناس بقى مش بتعرف كده فبتضطر الدوق حطت بقى الرز وتشرب وهديت على النار وسبته يتردد بقى ويتزبط مع نفسه هنا جبت الزيت علشان هنقلي ايه سامبوسة او سامبوسك شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه وقولوا لي في التعليقات بتحبوا تقولوا عليها ايه يعني هو مش مسألة لها اسمه معين هو مسألة حد تعود على الاسم ده تمام دي سامبوسك البوف اللي انا كنت عملتها معاكو في الفيديو قبل كده ودي كمية كنت مخزناها النهارده هقلي الكمية اللي هي من التشكيل اللي عامل على شكل نجمة بالشكل ده طبعا كنت عملت معاكو بقى اشكال كتير ليها مربعات ومستطيلات وشكل النجمة وشكل النص دايرة وقفلنا بقى على قدينا ومشاء الله يعني الفيديو كان حلو الحمد لله يعني كل حبيبي اللي دخلوا لي على الفيديو ده قالوا لي رأيهم بكل صراحة وعن المجهود اللي انا بزلته فيه فلما بتكوني بقى مجهزة تفريزات عندي كده بتسهل عليك اليوم يعني حتى لو انت شرية سمبوسة جهزة كنت لسه هتجي بيها وتقعد تحشيها وتقفليها هتاخد منك وقت فانا طلعت السمبوسة بتاعتي وحمرتها في الزيت بالشكل ده على طول ما خدتش مني وقت خالص وكانت جهزة عندي وكانت طحفة جدا جدا طبقة السمبوسة العجينة بتاعتها رؤياء والحشوة من جواها كانت حشوات مختلفة على فكرة فهو كان كل واحد ورزقه يعني فيه اللي لقى حشوة جبنة وزاتون جبنة موزرلة وفيه اللي لقى حشوة فراخ فيه اللي لقى حشوة لحمة يعني كان كل واحد ورزقه والحمد لله كانت طحفة شايفين دون السمبوسة؟ شايفين جمالها؟ طب تعالوا بقى معنا هنا دبر طماني الزاتون يا جماعة اللي كنت عملته معاك ومن ثلاث شهور وما فتحتش عنه إلا النهاردة مانا طبعا رمضان يعني زاتون مخللت وزاتون تحديدا عن أي نوع مخلل تاني ده زاتون بقى وفلفل ولمون شايفين الغطة بتاع البرطمان بتاعي نضيف مع لهوش أي ريمة ولا أي حاجة ووش البرطمان طحفة مع الحبة البرقة دي بقى كانت مخلية طعم الزاتون بتاعي رهيب وجذر مبشور والفلفل بقى ألوان أخضر وأحمر هشوف مع بعض دلوقتي وهنطلع الزاتون ونطلع الحاجات الحلوة دي الريحة بقى بصوا الواحد كان صايم يعني اللهم ما إني صايمة شايفين الزاتون؟ مش منفوخ مش معاب بمية لونه طحفة المية بتاعت الزاتون دي بقى زات نفسها يعني وقت الأكل صراحة ممكن الواحد يأكلها مش عارف قولولي كده إيه رأيكم من جمالها بجد كانت خطيرة شايفين؟ يعني أنا محبتش أعمل افتتاح البرطمان ده ألا لازم أن تشوفوا معايا لازم أن تشوفوا النتيجة بقى شوفوا كده الزاتون خيال ارجعوا بقى كده في فيديوهاتي وشوفوا الطريقة إن شاء الله لما الزاتون يطلع تعملوا شوية زاتون حلوين طب تعالوا بقى نعمل العصير يعني لازم أن يبقى فيه عصير في رمضان وأنا هعمل معاكم النهاردة السبية اللي كنت مجهزاه معاكم قبل كده في أول يوم رمضان لإن السبية كلنا بنحبها بنعشقها صراحة طعمها تحفى حطيت السكر ربع كباية من السكر حطيت مج كبير حليب لبن ومج كبير قد مية وأنا المفروض هنا كنت حطيت معلقة واحدة بس كبيرة من مسحوق السبية اللي أنا جهسته ده عايز أقولكم أن أنا بعد كده ضعفتكم كمية اللبن والمية تاني لإن كان الطعم قوي جدا وفرمت كله في الخلاط كده عمل أعلى ما السبية بتاعتي اضربت في الخلاط كنت حطيت بقى الكسات عايز أوريكو هنا أن أنا هحط مع كل كاس ثلاث وحدات من الطمر فعشان يكون عدد فردي وصنع عن سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام فهتبقى حلو قوي أن يكلوا كل واحد ثلاث طمرات كده وكمان يشربوا بقى كباية العصير السبية بتاعتنا دي شايفين فوم السبية وكمان لون الحليب خطير مع أننا نعمل إضافة مية على الحليب لأن السبية اللي احنا مجاهزين هحطين فيها لبن بودر وتبدأي بقى تصبي العصير بتاعك في الكسات أو الكبايات بتاعتك وتبدأي تقدميها وتحطيها على صفرتك بالشكل ده كده وخلاص كده خلويس احنا جهزنا الفطار وكمان العصير وكمان بدأنا بالحلو كنافة وهنشوف مع بعض دلوقتي هنطلع بقى الحاجات اللي في الفرن ونزبط بقى حياتنا وكمان عايز أقولكم أننا عملت سلطة خضرة هوريها لكم دلوقتي علشان طبعا الفراخ بتاعتي من غير شربة وما عملت الشربة لسان عصفور ولا حاجة فقلت أعمل طبق سلطة كده جن بالأكلة يبقى حلو قوي حبيت كده أحط الفرخة في سيرفيز كبير كده وحط حواليها الرز المبهر اللي احنا عملناه ممكن قوي أن أنت تحطي الفرخة في سيرفيز على قدها ونعمل لها جرنش ببقدونس وكسبرة خضرة وشرايح لمون وينقدم الرز في أطبق فردي بشكل تاني بس أنا حبيت الشكل ده حبيت الطريقة دي أكتر فقلولي رأيكم كان الشكل ده والطريقة التقديم دي كانت حلوة ولا لأ قلولي رأيكم في التعليقات وقلولي كمان أنتوا بتحبوا طريقة دي ولا بتحبوا تقدموا الرز فردي في أطبق أنا حطيت برضو الأطبق فضية جنبنا كده علشان بقى اللي حابب بشامل ياخد اللي حابب رز ياخد كده وتح بس الفرخة هنا ووريكه دايب يا دوب يا جماعة عايز اقول لكم ان احنا يعني انت يجي تمسيكي ده ببوسط الوركة كده تطلع في ايدك كده كأن انت يعني ايه ما بازلتش اي مجهود يا دوب لمستيها طلعت معيك الرز اللي جوه الحشوة بقى بتاعة الفرخة مختلف تماما عن الرز الاسفر ده يعني ده طعم ولون وده طعم ولون تاني خالص شوفوا بقى قاعدين نعمل ميكسات كده ونفنن تمام طبعا انا شلت القرونفل وحطيت بس دول كده علشان الشكل فتمام كده عجبني الشكل بالطريقة دي حطيت بقى كمان السنبوسة بتاعتنا معانا كده تمام جدا حلوة لونها وطعمها كانت خرافة ما حددش مني وقت خالص هنا بقى طبق السلطة اللي قلتلك انا عملته ده طاجن البشاميل اللي طلعنا من الفرن ده بقى الحلوة بتاعنا اللي بدأنا به اليوم وكمان بقى لازم نحط الفنوس بتاعنا جده قدام مننا ده طبعا كمان باول يوم رمضان لازم يكون مميز ومختلف عن اي يوم تاني حطيت بقى الاكل بالشكل ده ووزعته زي ما انتو شايفين كمان حطة اطباق فردي وحطة المعالق بالشكل الحلو ده اتمنى فيديو النهاردو يكون عجبكو وافاتكو ولو بحاجة بسيطة كمان تقولولي فطرت ايه اول يوم رمضان ونشوفكم الفيديو الجاهل اخير باي باي